توجى رئيس الجمهورية ميشيل عون ترأسه وفد لبنان إلى القمة العربية بلقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران بسيل وكان سبق هذا اللقاء اجتماع مع ملك الأردن عبدالله الثاني بحضور الرئيس الحريري وبسيل وتم خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجلات والتعاون القائم لا سيما في الميدان العسكري والبحث في التطورات الأخيرة لا سيما الضربات على سوريا وعلى همش القمة العربية عقد الرئيس عون لقاء جانبيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حيث هنأه على إعادة انتخابه لولاية جديدة وفي كلمة لبنان التي ألقاها أمام القمة قال الرئيس عون إننا اليوم على أرض المملكة ومن يقدر على جمع العائلة أكثر من كبارها وتساءل هل تنطلق من هنا مبادرة عملية رائدة تلم الشملة وتعتمد الحوار سبيلا لحل المشاكل مشددا على أنه بعض العاصفة التي ضربت منطقتنا لابد من إرساء رؤيا عنوانها المصارحة والتضامن وأكد عون أن المجتمع اللبناني هو النقيد العنصرية والأحدية وهو نموذج لعيش الوحدة ضمن التعددية والتنوع داعيا إلى تعميم هذه التجربة عون تطرق إلى أزمة النزوح السوري التي لا يجوز أن تتحمل عبئها دول الجوار السوري فقط ولم تغب القضية الفلسطينية عن كلمة لبنان إذ أكد عون أن هذه القضية هي أساس لا استقرار في الشرق الأوسط لافتا إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على السيادة اللبنانية من دون رادع مشددا على أن المبادرة العربية للسلام في بيروت لا تزال المرجعية الوحيدة التي تحظى بإجماع العرب